لا زالت تقام هنا في إمارة الشارقة البطولات الرياضية البحرية على مستوى كافة الفئات العمرية لذلك نظم نادي الحمرية بطولة الشراع الحديث خلونا نشوفوا ياكم تفاصيل هذه البطولة نادي الحمرية الثقافية الرياضي اليوم ننظم بطولة الإمارات للشراع الحديث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجذيف الحديث هي بطولة محلية وكذلك على مستوى الدولة بمشاركة أندية حكومية وأندية خاصة نادي الحمرية دائم على استضافة النسخة الثانية بالضبط من بطولة الإمارات للشراع الحديث وهذه مناسبة للرفع من مستوى اللعبة وتطويرها سواء هنا في منطقة الحمرية وكذلك على مستوى الدولة لا شك أن نادي الحمرية الثقافي الرياضي يعتبر منبرا في رياضة التجذيف على مستوى العالم فهو يمتلك أفضل التقنيات الحديثة لتدريب النش والمحترفين على ممارسة التجذيف بطريقة مثالية موعدنا في ملاعب الناشئة كان هذا الأسبوع مع الجولة الثانية من بطولة الإمارات للشراع والتجذيف الحديث بمشاركة ستة أندية من الإمارات وناد وحيد يمثل دولة الكويت الشقيقة ورغم الرياح الشديدة وقيمة الجولة التي حضر معها التنافس والتحدي بين الفرق المشاركة والتي حضيت بأجواء مميزة على شاطئ الحمرية بتنظيم النادي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجذيف الحديث فريق نادي الحمرية وكعادته في كل بطولات التجذيف التي يشارك بها حصد ثلاث ميداليات ملونة بواقع فضية واحدة وبروزيتين موسيقى اشتركوا في القناة باسبوعين بنعمل تمارين على حسب النقطة الداعف اللي كان معنا في البطولة للطافت ونحسن عليها واليوم اللي قبلها بنعمل عليها نعمل تمرين شوية يعني بقدري الصبح نجهز على كل شيء وفي اليوم البطولة قبل من ديش بنعمل عليها بريفين ونشوف المشاكل اللي كانت فيها في التمارين اللي بنعملها هالمرة يعني بحاول نايب مركز ونشوف ندخل البحر نجهز يعني ندخل نسوي جولات وليوم نخلص لازم نشوف اللي سوينا غلط في البحر يوم إن شاء الله نجيب المركز الأول إن شاء الله ونشوف البحر شو يسير أخذ لنا ممكن زبوع وزبوعين عشان جهز نتعود على البحر نتعود على الهواء ونتعلم كيف أغلاطنا وكيف نحسنها وإن شاء الله نجيب مركز في البطولة صار لي سنتين أنا الحين نياسا أجل في الشراع وفي النادي والأمور كانت زينا إن شاء الله هالصباق إن نيب المراكز الأولى ونكون يعني يكون زين وصراحة يعني في النادي إن يدربون عدل وزين ونتعود على الأمواج الكبيرة والهواء القوي